أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعدون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكافي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكافيسين عددا ثم بعتناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلوا ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكاف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك في ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم وئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعران بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم لعلموه أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرأ من هذا رشدا ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أحيى إليك من كتاب ربك لا مبديا لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحضبهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من سور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من سور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا جلت الجنتين آتت أكلها ولم تغلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكبرت بالذي خلقك من تراب من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلاقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وحيط بثمري فأصبح يقلب كفيا على ماء فقفيا وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فيته ينصرونه من دل الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عجيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمالا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمنا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا أخلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول ناجوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن أضلوا ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداها إنا جعلنا على قلوبهم آكنة أن يفقهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوا من الهدى فلن يتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبروا حتى أبلغ مجمع البحريني وأمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر ساربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكوره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثرهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفنة خراقها قال أخرقتها لتغرق أهلا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بقير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا أن يضيفوما فوجد فيها جدارا يريد وأن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سنبك بتوي لما لم تستطع عليه صبرا أما السفين فكان لمساكين يعملون في البحر فارتوا أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تأتوا كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنما كنا له في الأرض وأتينه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حاميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرن إما أن تعذب وإما أن تتغذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعلهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرن إن يجوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكنني فيه ربي خير فاعنوا بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعلوا دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عيون في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباري من دون أولياء إنا جعلنا أو إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزولا قل لننبيكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعروا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بيئات ربي ملقائه فحبطت أعمال فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا فلك جزاؤهم جهنم وما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان رجل نقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن معملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوتين فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسع وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه رجوما لشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكار التميز من غيث كل ما ألقي فيها فوج سلو غزنتها لم يتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بدمي فسعقا لأصحاب السعير إن الذين أخشن ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم ووجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم أرض ذلولا فمشوا في مناك بها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يغسب بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرتل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلٍ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَا لَمْ يَرَوْدَ الطَّيْرِ فَقَمْ صَافَاتِ وَيَقْبِطْنَ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إلي الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزوكم من أمسك رسخه بلجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعلكم سماع لبصار ولا في لتقال لما تشكرون قل هو الذي ذراك في الأرض ولي تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقي هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أرحمنا فمن يجير الكافر معذاب أليم قل هو الرحمن ومن نبي وعلي توكلنا فستعلمون من هو في طلال مبين قل أرأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح المنك لله والحمد لها هو لا إله إلا من هو والله هو أكبر والأحول 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 أصبحنا شكرا